جرادات مراسلنا هناك معنا الآن منحبا بك أحمد إلى ماذا كان يشير نتنياو في كلامه ذلك حول الخلافات الداخلية في القيادة الإسرائيلية يعني هنا كان يتحدث عن اختلاف الرأي بشأن اتخاذ القرارات وعلى ما يبدو يتحدث أيضا عن القرارات العسكرية إذ أشار إلى خلافات الرأي بشأن العمل وهنا يقصد العمل العسكري في الساحات البعيدة مثل إيران أو مناطق أخرى وفي الساحات القريبة مثل قطاع هزة ولكن بالنهاية كان نتنياو يتخذ قرارا ويتم المصادقة عليها هذا ما دفع المراسل العسكري لإذاعة الجيش الإسرائيلي بالاعتقاد بأن هذا التصريح قد يكون التبني رسمي لضربة منطقة أصفهان وللضربة الإسرائيلية لأصفهان ردا عن الهجمات الصاروخية الإيرانية ولكن حتى اللحظة لم يتحدث أي مسؤول إسرائيلي صراحة عن هذه الضربة وعدى تصريحات كانت لبنكفير وزير الأمن الإسرائيلي والأمن القومي الإسرائيلي عندما تم توجيه الضربة إلى إيران أيضا تحدث عن ضرورة اتخاذ القرارات المهمة لإسرائيل إضافة إلى منطقة رفح واجتياح رفح لتحقيق النصر والتغلب على أعداء إسرائيل على حد وصفه هذه الإشارات أيضا والتصريحات تشير إلى وتأتي ردا على من يتحدث بوجود خلافات في داخل مجلس الحرب الإسرائيلي أو حتى في داخل الكابنت السياسي الإسرائيلي الذي يتكوى من أطراف من داخل حكومة بن يمين نتنياهو وكما نعرف بأن الكابنت عادة ليس مستقرا في النقاشات بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ففي حين يدفع مجلس الحرب نحو صفقة تبادل أسرة في هذه الفترة للإفراج عن الإسرائيليين من داخل قطاع غزة يدفع الكابنت وأطراف من داخل الكابنت الإسرائيلي نحو استمرار هذه الحرب ونحو التوجه إلى رفح وتنفيذ عملية عسكرية وأن الأولوية في هذه الفترة ليس لصفقة التبادل بل لاستمرار المعركة الإسرائيلية على قطاع غزة كما نعرف بأن بني جانس وأيزين كوت وحتى وزير الأمن الإسرائيلي يؤيدون في هذه الفترة التوجه إلى صفقة ولكن نتنياهو متردد بأن هناك تهديدات حقيقية من أطراف داخل ائتلافه الحكومي بالانسحاب من الحكومة في حال إبرام صفقة لا تراعي مطالب اليمين وأهداف اليمين الإسرائيلي وعليه هناك خلافات مجلس الحرب التأم في الساعة الأخيرة لنقاش تفاصيل صفقة التبادل ولنقاش الرد الإسرائيلي أو عفوا رد حركة حماس على المقترح الذي قدم في القاهرة بعد هذا الاجتماع سيلتأم الكابنت السياسي والأمني الإسرائيلي الذي يضم في داخله كل من وزير المالية بيتسلي إلس مودريش ووزير الأمن القومي إتمر بنكفير وغيرهم من الوزراء المحشبين على اليكود وأطراف أخرى من حكومة بنيمين نتنياهو لا يتوقع أن تكون جلسة الكابنت جلسة هادئة لأن ما صبق الكابنت حتى هذه اللحظة هو هجوم على وزير الأمن الإسرائيلي ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي ويفسر في إسرائيل حاليا بأن هناك هجوم من المستوى السياسي على المستوى العسكري الإسرائيلي بعد تعيينات صدق عليها جلانت وهرتزي ليفي لقادة في الجيش الإسرائيلي عملية ترقية لقيادة لقائد المنطقة الوسطى أو ما يعرف بقائد الجيش في الضفة الغربية تعيين رئيسا للإخبارات العسكرية أمان بديلا عن الذي استقال لإخفاقات السابع من أكتوبر والهجوم حاليا بأنه لا يتوجب على من كان سببا في الإخفاق والفشل في السابع من أكتوبر أن يقوم بتعيين القيادة العسكرية في الجيش الإسرائيلي وقال سمودريتش بأن من كان مسؤولا عن هذا الفجل لا يتوجب عليه تعيين القادة الذين سيقودون التغيير والإصلاح في داخل الجيش وعليه ربما سيتم التركيز على هذه الخطوة والتعيينات أكثر من ملف صفقة التبادل في داخل جلسة الكابينت كل شك لك أحمد جرادات مراسل التلفزي العربي من القدس